ما تخافش على الاهلي طول ما الاهلي مسافر ومعاه اكسير الحياة روح الفنيلة الحمرة اللي بتبقى كفيلة انه تحول اي شيء صعب بل محال الى ممكن وممكن جدا بإذن الله مع شيء من التركيز والإصرار والتوفيق طبعا من عند الله ده كلام مهم جدا عشان كده هنشوف الكثير منه معه بعضمة لسانه الاهلي مظلوم والسبب معلوم اعتقد معلوم للكفة الظرف الصعب اللي الاهلي تحط فيه واللي كان من البداية اتقلوا على لسان المهندس احمد مجاهد اللي كان بيدين اتحاد الكرة انا زاك ليس كل ما يعرف يقال الاهلي هيلعب بكامل نجومه والمنتخب هيلعب بكامل نجومه لكن كان كلام زي الزبدة طلعت عليه النهار ساح وانتهى في تفسيرات سمعت الكابتن سيف زاهر امبارح بيقول انا عندي معلومة انه احمد مجاهد كان واخد وعد من انفنتينو او عارف من انفنتينو ان كاس الامم مش هتتلعب في التوقيت ده فبالتالي بنى على كلام انفنتينو على وعد انفنتينو او على المحاولات اللي كان بيبزلها انفنتينو انه المشكلة محلولة واعتقد لما راح زار البعثة وقتها في الدوحة وقابل الكابتن محمود الخطيب كان الكلام على هذا التطمين لكن حاجات كتيرة تغيرت وفي النهاية الاهل وحده اللي تحمل هذه الفاتورة لهذا التضارب غير الطبيعي التفسير اللي قالوا لك كابتن احمد سيف ده تفسير غريب جدا سيف زاهر سيف زاهر تفسير غريب ليه لان القرارات ده مش بتاع لو كان عنده وعد من انفنتينو بتعديل موعد البطولة بطولة الكاس العالمي الانديية اه بقراره لا واضح ان انفنتينو كان بيبزل ضغوط على متسبي يا أستاذ إبراهيم انا ما اقدرش اوعدك في شيء متوقع منك اقول لك تفسير اللي حصل اه وانا ما اقول لك لما تكون راجل عندك اه طبعا ما تاخدش ان انا اقول لك لا لا سيب إبراهيم علي اه ما تقدرش انا ما اقدرش يعني انو انتبقى راجل ما 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 يعني ازاي انا ااخد على عطيقي ان انا اه هغير لك دماغ فلان فلاني ده طب لو ما حصلش هو ده كمان اه ما يقولهاش يعني عايز اقول ايه لو كان انفنتينو حكب فيما خصه انقلها يعني لكان انفنتينو قال له عن اجلك بطولة العالم الاندية وما اجلهاش لايب احمد مجاهد هنا مش غلطان هو مجاهد حتى الان ما تكلمش يعني هو موجود في الكاميرون لكن عليه تفسير ده يعني اذا كان تفسير الكابتن سيف مؤكد في معلومة يعني مؤكد سائل احمد يعني وهم صحاب يعني فقال له كده قال له انا كنت يعني عندي وعدة وعدة من هذا عمزة وعدة بيلفورد من لا يملك وعدة بما يعني ما لا يستحق يعني ها دي اجا وقول له اجيه لك بطولة افريقي ايه ليه قرارها افريقي ده بالعكس ده الكلام ده يمكن ادى الى اصرار الاتحاد الافريقي على قامة البطولة في موعده ترجمة نانسي قنقر